جهود حثيثة تبذلها القوات الأمنية ومختلف صنوفها للحفاظ على الاستقرار الأمني المتحقق في الأنبار إذ تستمر عملية الإرادة الصلبة في إنهاء قدرة فلول التنظيم على استغلال الأماكن الصحراوية الرخوة أمنيا بمشاركة أكثر من 12 ألف مقاتل حسب المعتقدات بالنسبة للتنظيم هذه الأيام الأخيرة من رمضان يعتقدها أيام مباركة بالنسبة لمعتقداته فهو حقيقة يحاول أن يوسع من هجماته على الرغم من ملاحظاته أن هجماته ضعيفة حقيقة لا تكاد أن تكون ذات تأثير عالي على المستوى العسكري لكن حقيقة يحاول أن يوسع من صداها الإعلامي وحقيقة الحكومة ارتفتت إلى هذا الجانب وأرادت حقيقة أن تجابه هذه الحملة بحملة عسكرية وحملة إعلامية كبيرة حقيقة للحد من تأثير التنظيم والحد من ضعاف جيوبه المتواجدة في الصحراء الاستمرار في تنظيم الحملات العسكرية ضرورة لتعزيز فرض الأمن فمحاولات التنظيم التي تبوء بالفشل مع ضعفها تستدعي إجراء عمل استباقي ينهي ما تبقى من قدرة للتنظيم في النهايات السائبة في جوف الصحراء نطالب القوات الأمنية كافة بالتنسيق المشترك بناتهم في سبيل إنجاح العملية العسكرية وقتل ما يمكن قتل من الإرهابيين الموجودين داخل الصحراء واستمرار العمليات العسكرية حفاظا على وحدة العراق والأنبار خصوصا أهداف إيجابية حققتها العملية حتى الآن حيث كشفت عن أحد أكبر معامل التفخيخ التي كان يستخدمها التنظيم بالإضافة إلى تدمير العديد من أوكار داعش في أماكن متفرقة من صحراء الغربية العمليات العسكرية مستمرة لتطغير الأرض من بقايا في لول الإرهاب التي تحاول أن تشن هجماتها هنا وهناك في الأماكن الوعرة والبعيدة في صحراء الغربية من الرماد إدريس يحيان قناة الفلو